أحسنتم إذن يعني هنا يأتي تساؤل أساسا مع السيد هل يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كلام غير حق ويدعو سبقا أو على من لم يمكن أهلا لهذا الدعاء يعني هل يجوز فعلا على خاتم النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى في الواقع هنا أنا أريد أن أبين حقيقة من الحقائق الأساسية وهي تعد مفصلا أساسيا في فهم مقام خاتم الأنبياء والمرسلين عند هؤلاء الذين يتبجحون أنهم يحترمون رسول الله وأنهم يتبعون سنته وبين أولئك الذين في الواقع أنهم يعرفون مقامات وفضائل ومناقب رسول الله وهي قضية مرتبطة بسيرته يعني هذه القضية ليست قضية شخصية فردية لأنه كما قرأنا مرارا وتكرارا أنا بيؤدي أن المشاهد الكريم يلتفت للمرة الرابعة أو الخامس باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك هذا معناه أنها كانت مرتبطة بسيرته مع ماذا؟ في تعامله مع الناس مع الناس مع الناس يعني ليست قضية شخصية وإنما يعني لو سألنا ما هي السيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس القرآن يقول ماذا يقول القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك هذا هو منطق القرآن في بيان رسوله ومقامات وكيفية وسيرة الرسول مع الناس أما منطق هؤلاء ماذا يقولون؟ أنه كان يسبوا وكان يلعنوا وكان يشتموا يشتموا التفتوا جيدا وكان يشتموا ويلعنوا ويسبوا ويدعوا وليس أهلا لمن ليس هو أهل لذلك الرواية هذه عن أبي هريرة الرواية رقم 2606 رقم 90 صحيح مسلم صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال اللهم إني أتخذ عندك أهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أي المؤمنين كان يؤذي المؤمنين أحبالي مؤذي المؤمنين شتمته فإذا شاتموا ماذا؟ المؤمنين لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة إذن قضية مرتبطة بصيرة أدبني ربي فأحسن تأديمي المهم وقعا قبل كل هذا القرآن يقول على خلق عظيم وقعا هذا وش سباب الشتام اللعام أسأل الآن ما أريد أستعمل صيغة المبالغة دكتور حتى يقول لي قائل أن النص لا لا كان يشتم لا أقول كان شتاما كان يشتم وكان يلعان وكان وكان ومن الواضح أن هذا ليس يعني لمرة واحدة وإلا لا يصدق عليه كان ماذا كان لأنه كان تدل على ماذا أنه هذا كان يدل فعل صدر منه كثيرا المهم هذا هو منطق النهج الأموي في تقييم رسول الله صلى الله عليه وآله في قبال منطق ماذا منطق القرآن الذي أشرنا إليه ولكن الآن واقعا أنا لا أريد أن أدخل إلى القرآن لأقف عند قوله تعالى ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى أريد أن أرجع إلى النصوص التي هم نقلوها في مصادرهم لأرى بأنه يمكن أن يكون هذا الحديث وهذا العنوان الذي ورد في صحيح مسلم حقا أو أنه عنوان لا ينسج مع أخلاق وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الموسوعة الحديثية اللي هي كما ذكرنا مرارا بتحقيق العلامة شعيب الأرنؤوت وطبعة مؤسسة الرسالة في المجلد الحادي عشر هناك أنا روايات ثلاثة أريد أن أقلها للمشاهد الكريم بودي أن المشاهد الكريم يلتف جيدا إلى هذه الروايات الرواية الأولى وهي رواية ستة آلاف وخمسمائة وعشرة الرواية عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد حفظه فنهتني قريش هس ما المراد من قريش رأس قريش المهم الآن وقعا لا أريد أدخل في البحث أريد في جهة أخرى دكتور نعم فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله انتفتوا إلى الإشكال ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا يعني قد يغضب على من لا يستحق الغضب وقد يرضى على من لا يستحق ماذا الرضا كيف تكتب عنه كل شيء فأمسكت عن الكتاب باعتبار أن القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه ولكنه يوحى إليه ما ينطق عن الهواء كأن هؤلاء ينسون فقط يتذكرون هذا المقطع من الآية نعم فأمسكت عن الكتاب يعني عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله بيودي أن هذه العبارة تخرج فقال اكتب أمرني ماذا؟ إياك أن تسمعك قوله بل بل فقال اكتب لماذا يا رسول الله يكتب وأنت بشر تخطير لك تخطير قد تصيب قد 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 فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق لا تنطق الشفتان إلا حق نعم ما خرج مني والآن ما رد أدخل في فقه هذا الحديث ومضمون هذا الحديث هذا يثبت العصمة الأعلائية بكل درجاتها لمن؟ للنبي الأكرم مو الأصمة في التشريع لا 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 ما خرج ما خرج مني سواء كان في الأحكام سواء كان في الموضوعات سواء كان في أمور الآخرة سواء كان في أمور الدنيا كل ما خرج عني فهو ماذا؟ فهو حق أيها المسلمون هذا هو النهج الأموي الذي يحاول أن يجعل منه سابا شاتما لاعنا وآذيا ووو وأنظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عن نفسه يقول فوالذي نفسي بيده ما خرج مني ما خرج مني سواء كان مربوط بأمور الشريعة أو مربوط بأمور ما عامة تدل على الأمور ما أحسنتم عامة شاملة للأحكام والموضوعات والشريعة والأمور الطبيعية والتكوينية والأمور الدنيوية والأخروية من يبحث عن دليل لإثبات العصمة المطلقة الأعلائية لرسول الله صلى الله عليه وآله فلينظر إلى هذا الحديث المبارك الذي ورد عنه وواقعا سيماء الصدق على هذا الحديث هذا يقول إسناده صحيح العلامة أرنوط يقول إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث العبدري فمن رجال أبي داود وابن ماجا وهو ثقة إلى أن يقول وسيكرر هذا الحديث في الأرقام ستة آلاف ثمانمائة واثنين وستة آلاف تسعمائة وثلاثين وسبعة آلاف وثمانطعش وسبعة آلاف وعشرين وكذلك ورد هذا الحديث في نفس الجزء صفحة خمسمائة وثلاثة وعشرين ومضمونه أعلى من المضمون السابق ما خرج مني فهو ماذا فهو حق ولكن انظروا إلى رسول الله في هذا الحديث في الحديث ستة آلاف وتسعمائة وثلاثين الرواية عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك قال نعم قلت في الرضا والصخاب في كل حالي فيه في كل حالاتي قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا أحسن في كل حالاتي في كل حالاتي لا ينبغي أغضب لله وفي الله وأرضى لله وفي الله نعم وأغضب لله وفي الله وأدعو لله لا معنى لا أنه دعا على من لا يستعق كما يقول هؤلاء الذين واقعا ماذا أقول في حقهم أنا أترك للمشاهد الكريم أن يقيم هؤلاء الذين يقولون أنه دعا وهو سبق لسان دعا وهو ماذا وهو غافل دعا وهو ناسي دعا وهو غير قاصد ورسول الله يقول نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا إني أسمع ورواية أخرى الرواية الثالثة قال للوقت يضيع خمسمائة وثلاثة وتسعين الرواية الثالثة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أفأكتبها قال نعم قلت في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا في الرضا والغضب مو إنما أنا بشر 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 أيها الحمقى أنت تتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر مثلكم نعم أنتم الذين أشربتم ماء بني أمية أشرب عجل بني أمية في قلوبكم نعم تقولون هذا الكلام في حق رسول الله في حق سيد الأنبياء والمسلين والله في حق من في حق سيد الأنبياء والمرسلين في حق في حق أول مخلوق خلقه الله في هذا العالم قال يا جابر جابر بن عبد الله يسأل رسول الله يا جابر أول شيء خلق الله ما هو قال يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير هذا هو اعتقادنا في رسول الله صلى الله عليه وآله ونتحدى أي مدرسة من مدارسكم وأي اتجاه من اتجاهاتكم وأي عقيدة من عقائدكم أن تصل إلى هذا المستوى في فهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم هذه اعتقاداتكم في رسول الله هذا هذا اعتقادكم في رسول الله ماذا من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة هذا هو تقييمكم لرسول الله هذا هو تقييمكم ولكن نحن اعتقادنا في رسول الله هذا الذي أشرنا هذا الحديث إخواني الأعزاء والوقت يضيق عليه هذا الحديث إخواني الأعزاء لا يتبادر أنه فقط العلامة الأرنقود صححة هذا الحديث كذلك في كتاب المسند طبعا كل الأحاديث التي أشار إليها كلها صحيحة وأشار إليه أيضا المسند بتحقيق أحمد محمد شاكر يعني المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل في المجلد السادس صفحة أربعمائة هذا الحديث ورد وكذلك في صفحة أربعمائة وواحد وخمسين أنا فقط أشير إليه قال حدثنا إلى أنقف أكتبها قال نعم انظروا ماذا يقول ستة آلاف وتسعمية وتلاثين إسناده صحيح وكذلك ورد في المجلد السادس في حديث سبعة آلاف وعشرين قال حدثنا فلان فلان قال لا فإني لا أقول فيهما إلا حقا رقم الحديث قال إسناده صحيح هذه الأسانيد كلها صحيحة في هذا المجال وممن روا هذا الحديث أيضا مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي تأليف الإمام الحافظ الدارمي المتوفى مئتين وخمسة وخمسين من الهجرة تحقيق حسين سليم أسد الداراني الجزء الأول في فلان دار في الرياض مطبوعة الكتاب نعم دار المغني أو المغني لا أعلم الآن بالضبط الطبعة الثانية ألف وأربعمائة وواحد من الهجرة المملكة العربية السعودية في الجزء الأول من الكتاب صفحة أربعمائة وتسعة وعشرين العبارة واضحة وصريحة قال تكتب فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكته ثم قال لي أكتب فالذي فوالذي نفسي بيده ما خرج منه يعني من فيه إلا ماذا إلا عق يقول إسناده صحيح أخرجه أحمد ابن أبي شيبة أبي داود الخطيب في تقييد العلم الحاكم في المستدرك وعشرات المصادر التي نقلت يعني الإنسان يقطع بصدور هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وممن أيضا نقل هذا الحديث ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله دار ابن الجوزي الجزء الأول صفحة مائتين وستة وستين هذا الكتاب كما هو واضح للمشاهد الكريم يقول الطبعة الثامنة ألف واربعمائة وثلاثين من الهجرة المملكة العربية السعودية دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع هناك في صفحة مائتين وستة وستين ينقل روايتين نعم قلت في الرضا والغضب قال نعم الرواية ثلاثمائة وثمانية وثمانين يقول إسناده حسنا إسناده حسن ثم ينقل الرواية ثلاثمائة وتسعة وثمانين ويقول إسناده صحيح هذا أيضا هنا موجوده ومن من نقل هذا الكتاب أيضا ابن أبي شيبة في المصنف طبعا الوقت دا ينتهي دكتور وأنا كان بيودي أنه كل المصادر أشير إليها ولكن الوقت لا يسعى ومنهم من أشاء ومن ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الثالث عشر صفحة أربعمائة وواحد وستين وأعتذر للمشاهد وإن كان المناسب أنه أقرأ لأن هناك تعليقات قيمة واردة للمحقق في هذا المجال يقول رواه فلان ورواه فلان إلى أن يقول قال الحاكم ثم يشير إلى عدد المصادر الواردة في هذا المجال ومن من روى هذا الحديث أيضا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة خمسة وأربعين قال الأمر بكتابة الحديث النبوي أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق أخرجه 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 يقول والحديث ماذا صحيح أيضا وممن أيضا أخرج هذا الحديث سنن أبي داود وبتحقيق العلامة الأرنؤوت في المجلد الخامس صفحة أربعمائة وتسعة وثمانين هذه عبارته أربعمائة وتسعة وثمانين وارد هذا المعنى هذا المعنى بشكل واضح وصريح ويشير بعدا يقول إسناده صحيح يقول هناك طرق ثلاثة لهذا الحديث الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث ويصححها جميعا وممن أيضا صح هذا الحديث ما ورد في صحيح سنن أبي داود للعلامة الألباني أنا إنما أشير إلى هذه المصادر دكتور جميعا لأصل إلى هذه النتيجة يعني اتفقت كلمة القدماء والمعاصرين على صحة هذا الحديث فلا مجال للمناقشة فيه إذا يسمح لي وقعا المخرج أنا أعدي بعض التعاليق على هذا الحديث يوجد هنا تعليقان على هذا الحديث بيؤدي أن المشاهد الكريم يلتفت هذه الدقائق الباقي إن شاء الله ما أطيل عليه حتى أستمع إلى مداخلات الإخوة التعليق الأول التعليق الأول أن الغريب أن مسلم ينقل هذه الأحاديث نعم عن رسول الله وأنه كان يلعن وكان يشتم وكان يدعو وكان يجلد من غير حق ولكن لا ينقل رواية واحدة من هذه الأحادي التي تنزه رسول الله صلى الله عليه وآله واقعا لماذا أنا أتركه للمشاهد واقعا واقعا انظروا واقعا هذه علامة الاستفهام لماذا لا أقل هذا كتاب حديثي أنت أنقل تقول صحيح عندي هذه الروايات أنقلها ولكن هذه الروايات أيضا ماذا صحيحة السنة أقرها أعلامها وأعلام المسلمين نقلوها لماذا تكتفون بالروايات التي تنتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تشيرون إلى تلك الروايات التي تنزهه عن كل نقص ما هي العلة أين السبب بماذا كنتم متأثرين أنتم عندما كتبتم هذه الكتب واقعا هذا علامة استفهام على مر التأريخ لماذا تنقل واللطيف أنه لا ينقل دكتور رواية واحدة وإنما في هذا الباب ينقل من الرواية رقم 88 في هذا الباب إلى الرواية 97 يعني كم رواية عشر روايات ينقل في انتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كان يدعو ويشتم ويؤذي ويجلي ويسوب اللي لا يقوم به أي إنسان عادي في أوائل درجات إيمانه لو قلنا لأحد الآن لقلنا لداعية من هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات من الجهل من علمائهم ويدعون أنهم أهل العلم ومع الأسف الشديد أنهم انتهت أعمارهم وبعد إلى الآن لم يتعلموا من العلم شيئا نجدهم أنهم ينقلون هذه الروايات لو قلنا لواحد منهم أنت تشتم أنت تسب أنت تأذي يقول عوذوا بالله عوذوا بالله عوذوا بالله ولكنه أن ينسب إلى سيد الأنبياء والمرسلين إما إلى إمام الأولياء إما إلى أول مخلوق في هذا العالم ثم لا تنقلوا الروايات التي تقابل نقلتم هذه الروايات انقلوا ماذا؟ انقلوا ما يقابلها حتى يقول القائل إذا أردنا أن نشكل على هذه النصوص من صحيح مسلم يقال لنا ماذا؟ يقال هذه ليست مختصة ليس فقط نقل هذه النصوص نقل ماذا؟ ما يقابلها بهذه النصوص الصحيحة التي قرأناها ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا مختص بمن مختص بصحيح مسلم كذلك في صحيح البخاري ولكن بشكل أخف أيضا نقل هذه الروايات التي مضمونها قرأناه من صحيح مسلم هذا ما ورد في صحيح البخاري المكتب السلفية المجلد الرابع صفحة 164 من هذا الكتاب في رقم الحديث باب قول النبي من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة بعد هذا وليس أهلا له لأنه كلمة كبيرة هذه لا توجد هنا ولكن تعبيره من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة إذا كان مستحقا لماذا يجعل له رحمة إذن هذا متضمن ماذا من آذيته هو مستحق أو غير مستحق أيضا نفس المضمون ولكن لم يصرح به البخاري الرواية عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول اللهم فأيما مؤمن سببته هو العنوان يقول آذيته مع أن الرواية هي ماذا سببته سببته إذن رسول الله كان يسب أيضا يسب المؤمنين يسب المؤمنين كان رافضيا بل 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 ما أعلم الله ما أعلم بل أحسنتم على مبنىك بل تبين أنه رسول الله كان يسب ولكن على أي لحظة فأيما مؤمن سببته فاجعل له ذلك قربة إليك يوم القيامة إذن القضية ليست مختصة بمن بصحيح مسلم ولكنه لم ينقل أي رواية من تلك الروايات التي أشرنا إليها وهي أنه ماذا لا يخرج مني إلا ماذا حق لا يخرج مني إلا حق سواء في الصخط أو ورض أو الغضب وغيره ذلك ما بيناه قبل ذلك هذا التعليق الأول التعليق الثاني وإن كان مو حديثي هذه الليلة بيودي أن المشاهد الكريم يلتفع التعليق الثاني الذي أريد أشير إليه ولو في جملة واحدة هذه راح أن قله من صحيح السنن ماذا من صحيح السنن العلامة الألباني المجلد الثاني أربعمائة وثمانية هذه العبارة قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بأصبعه إلى فيه هذه إضافة موجودة وين في صحيح سنن أبي داود فقال اكتب أيها الناس اسمعوا أقرأها مرة أخرى فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب يعني أمر ماذا بالكتاب مو خيره أن تكتب وأن لا تكتب يجب أن تكتب يعني أكتب أمر وفرض من الرسول الله على من فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق سؤال إذن من أين جاءت هذه الدعوة الباطلة والزور أن رسول الله نهى عن كتابة حديثه والآن أنتم تعلمون يذكرون واحدا من مكارم عمر بن عبد العزيز أنه أمر بتدوين ماذا الحديث النبوي لماذا لأن قبل ذلك قد منع وحرق ما كتب منه نعم هسأل الآن أما أقول حرق لأنه قد يقول من أين تقول حرق لا أمي لم يحرق المهم منع ماذا عن تدوين الحديث النبوي انظروا إلى هذه شذرات الذهب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي المجلد الأول صفحة مائتين وسبعين في الحاش يقول المحقق الذي هو الأرنؤوت محمود الأرنؤوت يقول ولو لم يكن له أي لعمر بن عبد العزيز من المكارم سمى الأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف لكفاه فخرا سؤال ولماذا منعتم عن كتابة الحديث النبوي حتى يأتي عمر بن عبد العزيز بعد تسعين عام من رحلة الرسول الأعظم صلى الله حتى يأمر ماذا مع أن رسول الله يقول لهذا الإنسان ماذا أكتوب 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 ترجمة نانسي قنقر